فيقول حذيفة رضي الله عنه وقد توفي سنة ست وثلاثين للهجرة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بقليل يقول ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت يعني كان يبايع الناس يثق في الناس يعلم أن الناس يهم أمانة ما يبالي قال لئن كان مسلما ليردنه علي دينه يعني إذا حصل مثلا خطأ في البيع والشراء أو يعني باع علي شيء يعني فاسدا أو شيء من حصل شيء بدون يعني قصد فيرده علي دينه حتى إذا قصد هذا مسلم عند أمانة سرعان ما يرجع ويتوب إلى الله ويعني يرد حقي علي بسبب ما عنده من دين وأمانة قال ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه لأن الذي يسعى على حقوق الناس ويجمع مثلا صدقات والأمانات ويقضي بين الناس فيقوم بالأمانة ويقيم الأمانة على الناس كلهم من يهود أو نصارى أو مسلمين فما يخاف من ضياع حقه قال وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا متفق عليه هذا متى يقول عذيفة يقوله يعني قبل 1400 سنة تقريبا هتوب في سنة 36 ما ظنك بزمان أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بتضيع الأمانة تضيع الأمانة من علامات الساعة فالآن كم يحصل من خيانات بين الناس امتلأت المحاكم بالملفات والقضايا كل هذا بسبب ماذا بسبب رفع الأمانة من القلوب والله يحيانا ما يخطر في بالك أن فلانا يغشك أو فلانا يكذب عليك أو فلانا يخدعك يأتي ومثلا يقول لك أنا كذا وأنا محتاج وأنا كذا ويأتي لك بالأوراق كل شيء وإذا بك تكتشف بعد ذلك أنه يخونك ويخدعك تتعجب أو يعقد بينك وبين عقد شراكة والربح كذا والشركة كذا وإذا به يعني إذا حصل أموالا كثيرة أو يخدعك ويزور ويهرب ممتلأت المحاكم بالقضايا بسبب ضياع الأمانة حتى أصبح الإنسان يخاف أن يعامل الناس وأن يعقد تجارات مع الناس أو شركات مع الناس وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم قليل ماهم ممن عنده إيمان وأمانة وعمل صالح وهكذا إذا كانت الخيانات تحصل في الأسار بين الزوج وزوجته بين الموظف ومسؤوله مع العمال مع الخادم فهنا كيف ستقوم حياة الناس كيف سيطمئن الناس حياتهم فالأمانة ضرورية في المجتمع بدون الأمانة ما يعيش الناس السلام ولا طمأنينة ولا ثقة ولا رحمة بذلك الآن انظر لما ارتفعت الأمانة أصبح كل واحد يشح بحقه كل واحد يعني يفعل ما يفعل من التدابير والاحتياطات حتى يضمن حقه ومن حقه هذا لكن هذا ربما أصبح يعني فيه تضييق على يعني بعض الناس فالله المستعان وإلى الله المشتكى نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الأمانة الأمانة